اشتركوا في القناة 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 بس اصحابي اللي كان يلعبوا في الهوكمون اول احين صاروا مره واقعين في حبه زي ما يقولون مره السلح عاجبهم بشكل كبير ما يبني غيرونا فزي ما قلت لكم راح نجرب الاسلحة كلها بعدين فيديو اثاني كالفيديو راح نتكلم عن سلح معين وان شاء الله نعطيكم كل شي بالتفصيل بس حاليا زادوا ونريج نسبة 10% وصلحوا مشكلة الاس برك وحين راح اتكلم معكم عن الايس بريكر طبعا ايس بريكر تغير في اربع اشياء زادوا وحين اشاركون مره اود اكبر بست مرات او لي أنت تشوف شي معين اول احين تصوّب وتشوف نفس الشي القديم بس اكبر بست مرات وشي ثاني خلهوا الهاندلنج في السلاح ابطأ معين الذين يجعلوا تحكم في السلاح ابطع تصويب ابطاء تبديل ابطى وتحرك في السلاح ابطاء Kiss تبديل وتصويب تحس السلاح أبطأ من أول وشي الثالث تخير فيه Target Acquisition خلوه أقل بـ 25% يعني الـ MSS صار أقل من أول بكثير وصلحوا بمشكلة الـ AMO إذا النسان ستتعب الـ AMO تموت وتبدل السلاح وتأخذ الـ AMO بسلاح ثاني هذا صلحوها بعد جميع الأشياء اللي تصلحت لـ Icebreaker فتوقع راح يستخدمها أبداً لحين أبداً ما توقع أحد راح يستخدمها وحين راح أتكلم معكم عن Last Word طبعاً الـ Last Word شاروا فيه خاصية الـ Bonus Damage في الـ Last Word بركت إن شاء الله كامل بقد إن شاء الله اللي يعطيك الـ Bonus Damage المهم حق زبت الموضوع أنا الـ Last Word ما ألعب فيه فما أدري ناس تقول لي بعد التحديث الـ Last Word صار ممتاز بعد ممتاز يقتل وناس تقول لي السلاح صار أبو كلب أنا بالنسبة لي ما أدري لأن أساساً ما ألعب في الـ Last Word أول وألحم هذه كيف راح يصير فعطوني شباب رايكم في الـ Comment تحت اللي يلعب بالـ Last Word ومتمكن منه هل تحسد بركت إن شاء الله خلوا السلاح مرة أبو كلب لو صار متوسط لو صار سيئ أبي أشوف رايكم في الـ Comment تحت وإن شاء الله حق كل يستفيد من هذا الفيديو والسلاح اللي بعده راح يكون معانا لورد أوف وولف طبعاً هذا الشاتقن حق الـ Prison of Elders طبعاً هذا الشيء الوحيد اللي تغيره فيه الأمو ما سوله لا نرف ولا باف بس الأمو قلله والسلاح اللي بعده عندنا ما يدام ملتي تول ما ننزلوا الدماج ولا غيروا في الـ Range أي شيء إذا تضرب واحد اللي تضربه يشوف إن شاشة تتحرك عنده أحين ما راح يتحرك أبداً معاك يعني الدمج اللي يجيك كأنه دمج عادي من أي سلاح راح أتكلم أحين عن أربع سنايبر عندنا الـ Hawkees Sniper Rifle وعندنا هر أفتر وعندنا Ominone Sniper Rifle وعندنا Patient & Time طبعاً هذي الأسلحة الأربع على السنايبر شارلوا فيها Brick Zen Moment إذا كان يطلع فيها وغيروا السكوب زي كل السنايبر يعني كل السنايبرات شارلوا فيها Zen Moment وغيروا السكوب ما خلوا السكوب مرة قريب والسلاح الأكزوتك اللي بعد راح يكون معانا Queen Breakers Bow أتوقع على السلاح ناس كثير راح تستخدم بالفترة الجاية ما أعرف ليش بس إحساسي يقولي ان راح نستخدم بشكل كبير خاصة في كروسيبو المهم الشي الوحيدة غيروا فيه انه غيروا الامو الموجود كمية الامو الموجودة في السلاح غيروها Reduce ammo inventory to reflect based sniper ammo changes يعني لانه يقول لك غيروا سنايبرات فلاز يغيرون Queen Breakers كربو إنه زلون كمية الامو معاني نزلوا كمية الامو أو يظل السلاح فيه كمية اامو كبيرة شكل كبير موجود فيه وراح يكون معانا الساوس رجيم طبعا الساوس رجيم تغير فيه شيئين طبعا خلينا أشرح لكم شيء في عندك بورك موجود عليه اسمه Focus Fire وبرك اسمه Spinning Up اثنين هم تغيروا خلينا نتكلم عن Focus Fire شنو يسوي؟ يخلي السلاح طلقاته بطيئة ويزيد الدمج اللي سواه في السلاح إنه زاده والرينج حقه الشيء الثاني الخاصية الثانية في الساوس رجيم إنه تخلي طلقات تسرع بشكل متسارع يعني تطلقه شيء بطيئة بعد طلقة تسرع مرة كده تقريبا يكون المهم هذا البرك راح يشتغل بعد طلقة الرابعة بالضبط هذا اللي يعدلو فيه والسلاح اللي بعد راح يكون معنا تلالوك طبعا سووه في مشكلتين سووه في مشكلتين حلوة دي سلحوا في مشكلتين المشكلة الأولى إنه يقولك الكور ما للتلالوك ما تلزق على الأشياء أو الوحوش وما تدمج صح حاليا صلحوها والشيء الثاني هذ الكورة تقدر تحطى على أخوياك وأخوياك يروحون يفجرون الكورة في العدو يعني إذا أنت تضرب وحش وخويك كان قريب الوحش راح الكورة تلزقه في خويك وتدمج الوحش بس خويك ما يتمج حرفتم كيف؟ والشيء اللي بعده سلاح الشابرون تصلحوا فيه مشكلتين مشكلة الأولى إذا تقتل الواحد هيتشات ما يقوي الطلقة اللي بعدها أحيانا ما يحسب طلقة الهيتشات في السلاح إذا تجيب هيتشات بشرقا ما يحسبها ويقوي الدمج هذا الشيء اللي سأنا سوى تقريبا نفس الشيء وبمفهوم ثاني بس المهم إذا كنت قتل بالسلاح أول ما يحسب هيتشات أو ما يقوي لك الطلقة نفس الشيء فنشوف السلاح اللي بعده والسلاح اللي بعده راح يكون معانا ثون أو ثون طبعا هذا السلاح كان معشوق معشوق القديم أفضل السلاح كان عندي في اللعبة بس الحين بعد هذا التحديث أه ما حلي فكر فيه المهم خدني اتكار نعمل بالضبط في التأصيل شونه صال عندك الدمج أوفر تاني لما تضرب واحد يجي له سم أول كان الدمج يعطيك ستة 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 على الحين راح يعطيك لا أربعة 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 الشيء الثاني نزلوا الدمج في السلاح بنسبة خمسين بالمئة حلو حلو الشيء اللي بعده إذا تضرب واحد كمية السم اللي راح تشوفه في الشاشة يعني خصمك راح تشوف السم أقل من أول هذا الأشياء اللي سووها يعني بالعربي الثون ما صار هيبته مثل أول وما صار يقتل مثل أول قادح عطنا رأيك إذا كنت جربت الثون بعد التحديث بالنسبة لي أنا ما جربته بس اللي ضد يلعبوا فيه وما أحد يقدر يقتني بسهولة مثل أول والسلاح ما قبل الأخير راح يكون معانا الفيكس الفيكس شون نسوي فيه يا حبيبي زادوا الثبات في السلاح بس في نفس الوقت نزلوا يدمج بنسبة 13% هو أول يا حبيبي ما كان أحد يستخدمه ما أحد يفكر فيه كان يلعب اللعب وأحين بعد نزلت الدمج فيه 13% فما أتوقع لا أحد يلعب فيه أنا راح أجربه وأعطيه فرصة وراح نشوف 13 يحسك شيء كبير لو مثلا نزلوا 5% أنا راح أقول معهم 6% أوكي موافق بس 13 راح أشوف الوضع بشون راح يصير في السلاح راح أجربه وأختبره بنفسي وأشوف وأعطيكم رأيه بالتفصيل بعدين وراح يكون معنا السلاح الأخير 1000 ياردستير أكثر سلاح سنايبر مستخدم في عالم دستيني كامل من أول ما نزلت بس من السنة الثانية صار أكثر سلاح مستخدم نزلوا كمية الايمو اللا فيه طبعا الشورتجير زي ما تكلمت عنه مقابط نزلوا السكوب اللا فيه هذه الأشياء فتقريبا هذا كل شيء عن جميع الأسلحة فتقريبا كده شباب ختمت على جميع الأسلحة تكلمت عن جميع الأسلحة الأوتو ريفل هنتكلم عن البولس سكوت جميعهم كلهم كامل وتكلمت عن جميع أسلحة الأكزوتك وبعض الليجندري فتقريبا كده قطينا كل شيء عن تحديث هذا حق 2.2 للأسلحة راح أتكلم عن السابقلاس وراح أتكلم بالتفصيل وشنو اللا صار فيهم أساسا تغير الهنتر والوارلوك تغير بشكل كبير لازم تتكلم عن الوارلوك الصراحة تغير بشكل كبير 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 ناس تكون أفضل وناس تكون أسوأ بس أن أشوفه إلى الأفضل فإن شاء الله راح بفيديو الجار راح أتكلم معاكم بالتفصيل وأعطيكم شو نصار في الكلاسات فإذا عندك أي سؤال أي استفسار تغير في الكومنت تحت وإن شاء الله أرد عليك في أسرع وقت ممكن بس إذا أريد أكيد تعال كلمني على تويتر راح أتشوفه الرابط هم في الدسريبشن أرد عليك في أسرع وقت ممكن والشيء الأخير لا تنسون اللايك في أسبسكرايب ولا تنسون الشير يا عيال الشير والله شيء مهم يخليني أستانس وكلما استانست زادت الفيديوهات وكلما زادت الفيديوهات زادت الفرحة للكل عرفتم كيف؟ فالشير شيء والله خرافي أعطيكم العافية شباب ما قصتون شوكم آخر فيديو جاي السلام عليكم ووووووو